من دبي معي الزميل قيس مسعود كنا طلعنا بآخر السنة هيك بجولة فنية كاملة هلأ مع مرور تقريبا شهرين من هالسنة شو في قضايا فنية شو في أمور واجهة الفنينين صباح الخير قيس صباح الخير سرين كيفك؟ أهلا وسهلا فيك يا هلا فيكي شو أول هيكي؟ أنا حاسف أنه طالع اليوم هيكي مثل ما أنا إذا بدك بعدني واعي مأخر وحاسس بأنه أنا فورا يعني على الانتروفيو وعيت مأخر اليوم نمت بس بتمنى تكون محضر فذكرني بحادث فني مباشرة هدا الشي فورا ذكرني بشي فني كان صاير وصاير مع إليسا نعم فكنت عم بسمع الخبر اللي أنت عم تحكي الحديث أنت وضيفك الكريم كنت عم بحضر منه هلأ على الهواء عم بسمع الأحاديث اللي أنتوا عم بتقولوها نعم حسيت حالي مني قادر اسمع هيدا النقاش اللي خصتوا بالبلد بوضع البلد يمكن قدرت موقف إليسا يوم اللي قالته للفان اللي طلع لعندا على المسرح أنا فعلا مش هلأ مش وقتك إنه أنت تجي لعندي يعني مش وقتك إنه أنت تكون موجود فعلا مرات كتير الإنسان بيكون مش بوقت جاهز يستقبل هول الإشياء لأنه أنا شغلتي طالع أحكي فان طالع أحكي إشياء بتفرح فجاي لعندي شخص عم يسمعني على تفتيح تعيوني خبرية بتخص البلد والدولار والذي منه كأب يزعجني يمكن إذا بدك هيدا واع مرير يا قيس عم نعيشه ما فينا ما ننقل الناس جيت على موضوع إليسا إليسا بها الكام يوم عم تتعرض لهجوم هلأ طبعا مبارح طلعت بتغريدة وردت إذا بدك بالخط العريض مثل العادة ما فرق أنا معه طبعا شو رأيك بالهجوم شو رأيك بتصرفها على المسرح لما تنخبر الناس طلع أحد المعجبين يقدم له ورد وأخدتهم وهيك قالت له بليز يعني ما كانت كتير إذا بدك مرحبة لطلعه على المسرح بحق الله معلك معلك هيدا الوقت لما هي تطلعت عني أنا مش مذكر ولا بلاحظة من اللحظات هيدا الاشياء صارت بالعالم الأجنبي مثلا أنه في حد أطلع على المسرح بهذه الطريقة ما شفتها نحنا عنا فوضى نحنا بس عنا هاي الأخبار شو الفكرة من أنه يطلع فان لعندا على المسرح وهي عم بتأدي عملها مهنتها يعني هي فكرة عم بتأدي مهنتها ألوانية الغناء يعني أنا بالنسبة لألي إذا كنت عم بعمل مقابلة مع فنان كصحافي أو كمراسل أو أدأ أو عم قدم برنامج خيل يطلع لعندي حدا ويجي يسلم علي عم قدي مهنتي هيدا مش 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 منطق هيدا الحكي واتنين هي حدا جدا صريح إذا بدك أو حدا لا لا يستطيع أنه يسكت لأنه ما عنده قدرة السكوت على أنه ما ترد أو أنه تطوي البالة صح مزبوط مزبوط طب قايس دخول بعض الفنانين على الخط بشكل خاص ميريام فارس لما كتب التغريدة أنه أنه الإنسان أخلاق أو شي مواقف وجمهورنا هو اللي عملنا أول شي دخول من خارج لميريام من نوس كيف شفته حلو هاي دهية يعني من دوتها ليش شو بدك في نحنا بالعادي بس مثلا يطلع ترند معين منقول شي معين ترند نعم تلحقوا العالم من سوشال ميديا بتغرب عنه بتحكي عنه وما حصل هذا أنه طلع ترند إليسا ترند طبعا فان إليسا إن كان من الفنانين ولا إن كان من الجمهور تفاعلوا مع هذا الموضوع ويعمم هذا المقول ديار فان يعني لما حدا ييجي يصرح بهذه الطريقة إن كان ميريام ولا مطلق حدا هم من فان ما يتأثر هو الفان وليس زميل الزميل لا ينافس بهذه الطريقة هيدا رأيي نعم بدت تنسى شوي إليسا يعني مش حلو يعني مفهمت برأيك ميريام لأنه كان الموضوع ترند فاتت على الخط أكيد طبعا ترند وهي فان بالأساس لإليسا أنا هذا اللي بشوف ميريام فارس فان لإليسا ولهذا السبب قامت بالتفاعل مع الموضوع مستحيل الإنسان ينهز بسبب المنافسة لو أنا بشوفك زميلي ما ببعض أصلا الزميل الزكي هو اللي لا يستفز بسهولة ولا يعني 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 القوطي على الخط هي ضعف مش قوة اكزاكتلي اكزاكتلي وكتار ناس وكتار ناس من وسط الفني عندهم عقد إليسا كتار مش عم دافع عنها أنا منا صديقتي ولا بعرفها ولا في أي علاقة تجمعنا ولا أنا ولا أنا في علاقة بس في اللين حقيقي وعندها شخصية كتير قوي وحدي معبرها عن نفسها مليار مرة مليار مرة أي لتظن أنا إنساني ما بسكت أنا إنساني طب يعطي كذا أنا إنساني برد يعني لسا شخصية ما بتعرف تكون إلا هيك طب عالف مرة ما عرفتنا بدي أتفاجأ أنه هي عملت هيك مع الفان طب كايس هي شخصية يعني إذا بدك جدا حقيقية هلا إذا بدك يكون مع الجهة التانية لما نكون نحنا في ناس بتقولك بسي فنانة للناس كلها مفروض الدارة مفروض تختار عباراتها علما أنه أنا مع شخصيتها أنا مني مع الناس اللي بتلبس ماسكات يعني بس اليوم بدنا نحكي بوجهة هيد النظر التاني أنه هي واجبة الدارة كونها هي بما كان بشأن عام شو رأيك لا مش مع اليوم نحنا بمحل مش مع أنه الداري اليوم نحنا بمحل مكشوفين اختلفت حياتنا من فكرة بأنه الإنسان ننطر الفنان على كفر مجلي كل شهر يطلع عنه خبر نعم على الشبكة ولا على الصياد ولا على مطلق زمان التسعينات وبالثمانينات لا إنسان يشاركنا يومياته كتير صعب عليه يمثل بشكل يومي مطلق إنسان فلا هيك شوية عموصير نحن نعثر حقيقين القبل الفنان كان برواز أنت بتعرف إجابته سلفا مجمع ما سألوه عن حياته الشخصية بيقولوا بفضل الناس تهتم بفني هذا هو الجواب التبكة للتقليد اللي كنا معوادين عليه لما يسألوا مطلق سؤال نحنا بنعرف إجابتهم كنا لأنه هذا هو كان يعلمهم سيمو أسمر شو يحكوا يقل لهم أنت لازم تقولي كذا وانت لازم تقولي كذا كان يعلمهم الحديث اليوم ما عد فينا نعلم الفنان الحديث لأنه هو يوميا عم يتواصل مع الجمهور مفترض يكون هو عبر السوشيال ميديا يعني أصلا أصلا لك السوشيال ميديا أو صفحاتهم على السوشيال ميديا أسقطت كل إذا بدك هاي المسكات اللي كانوا يتخبوا وراها صارت شيئوا أم أبوا عم ينكشفوا على حقيقتهم قد ما ديروا إلا ما يزحطوا زحتوا ويبينوا على حقيقتهم فالسوشيال ميديا بعتقد قربتنا وبععدتنا من الفنانين يعني يا حببتنا يا أم إنه شو هيدا الشيء اللي ما كنا نعرفه حالو حالو نعم كل مرة كل مرة بحب أقولك إنه بتقولي كلمي بتعجبني أنا شخص أنطرب إلى الحديث قربتنا وبععدتنا نعم الشيء بالحياة مختصرة بكلمي بلك بلك هيدا الشيء بينطبئ على محمد رمضاني اللي أنا بشوف فيه فنان كتير كتير كبير كتير مختلف هو عن جد مايكل جاكسون العرب ولكن السوشيال ميديا أو كيف يتعاطى مع السوشيال ميديا وصفحاته ما بعرف عم بتنعكس سلبا اللي أنت شو رأيك لأنه دايما يتهم أنه بيعمل ببازيات ويتباهى بما يملك هو لا يتهم هذا الحقيقة هذا مش اتهام هذا الحقيقة هو كاركتيره هيك يعني هو كاركتيره بهذه الطريقة في عالم بالحياة لا تتحمل بلك وين كانوا وين صاروا حتى مديا حتى مديا كايس اكزاكي ما هو هذا اللي بدي وصل لك في عالم بالحياة بتسأليها كيفك بتقلك منيحة في عالم بالحياة مثلا أنا واحد الأشخاص بسألوني كيفك بقلنه حلو جيد ما بعرف قولي منيح قول حلو أنا حلو محمد رمضان واحد من العالم اللي بدك تسأله كيفك بيقلك ليك أنا وينني ما بيجاوبك الشرع بالتكليل نعم بيجاوبك بيقلك شوف أنا وين فلهذا السبب هو شخص انتقل من بيئة لبيئة أو من وضع إلى وضع صحيح لم يتحمل ما هو عليه الأمر أو لم لم يصدق بيقول له كمان يتباهق اللي بوصل له منه قال لي لا وينت خليشه في حاله خليتبه بفلوسي خليتبه بما يملوك ما علي بتعتبر كايس بس بتعتبر هيدا الأمور بلشت تأزيه تأزيه النجوميته هيدا اللي عمبته هيدا اللي عملته طبعا محمد رمضان انتشر بسبب هالأشياء يعني اللي ما كان سامع بأغاني محمد رمضان أو حضر له تمثيل حضر له فيديو مقطع مدت وتسات ثواني أو خمس ثواني عم يتبهى بما يملوك نعم هيدا جزء من انتشاره نعم لأ ما ما أثرت عليه هيدا سبب انتشاره وسبب نحنا حديثنا اليوم عنه انه هو شخص يملك ما يملك نحنا بالعادي ما بنحكي عن الأشخاص الذين لا يملكونه هو يملك فلا السبب عم نحكي عنه كايس شوفي حرب حدك بدوباي يعني بدوباي شو هالأصوات حدك لأنه أنا بالمكتب وعندي دي شي عم بتروح وفي جي بعتذر كنا مقررين نحكي كمان عن سامي كلارك اللي ودعنيه مبارح ما بعنشو أحابي بتقول كايس أنا واحد من الأشخاص اللي التقوا بهالفنان كذا مرة نعم وكنت حب دايما ملقاه كان يعجبني فكتبت له مبارح قلت له إلى اللقاء بهالكلمة كنت تودعنا لما نزورك ببيتك بظهور شوية يقلنا إلى اللقاء يا عصدي هو كان عنده هذا الخبرية فقلت له إلى اللقاء على أمل أن نلتقي في حياة أخرى بيكون فيها جرانديزر انتصر على الأشرار بركي لأنه هذا هو الطموح فالله يرحمه البقاء لله أكيد من عزي عائلت ومن عزي الفن بأنه نحصلنا شخصية عنده صوت أوبرالي مختلف كليا ولكن خطر لي بالحديث عن سامي كلارك كل شغلي وحدي اللي هي هالفنان اليوم نحنا منقول عن فنان نجم لما يكون عامل مسيرة فنية بحياته عددها أغنيات معينة سامي كلارك نجم بسبب خمس أغنيات يعني هو وصل إلى النجومية بسبب خمس أغنيات قومي تنرقص يا صبي آه على هالأيام على هالأيام جزيرة الكنز جرنديزر وبعد في موري 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 اللي هي شهرته أجنبيا عملوها الياسر رحباني فهو فنان الخمس أغنيات يعني اللي هن نشروا عربيا الفنان يكفي لأنه يكون عنده خمس أغنيات تنتشر فيهم عربيا وأجنبيا نعم نحن هذا الشي اللي تقزينه اليوم بالعالم العربي عم ينعمل آل بومس آل بومس كاملين لفنانين وكل شهر عم ينزلوا سنجل وكل أسبوعين وكل ثلاثة بس ما عم يوصلوا للمحل اللي وصلوا بسامي كلارك بمحل من وراء خمس أغنيات فقط نعم وصلتك فكرة نسرين وصلت طبعا ما بعرف بعد شو في قضايا فنية طبعت هول الشهرين بعد عندنا دقيقتين قبل ما أسألك قبل ما أسألك آخر سؤال عن أهم خمس أصدارات صدرت بهيد السنة بعد في شي قضية حبي بتحكي فيها في عندي في عندي قضية الصحافي الصحافي العربية عم بنزعج مؤخرا من الصحافي من ما تكتبوه الصحافي مش عارف إذا بعد في صحافي ما بقى في صحافي الويب سايتس الويب سايتس عم بقول لأن المشكلة الطائمين على هيدول الويب سايتس هنن أساسا فان للفنانين نعم أنا بعرفهم غالبية بالزبط بالزبط مية بالمية هنن فان كان عندهم بباركي صفحات على تويتر يفوتوا يبيضوا ويطبلوا وطناجر للفنانين وطبعا أكيد الفنان بحاجة من يطبل ومن ينبسط وفتحوا بسايتات مش عم بعرف إني عم بقرأ أخبار أهم خبر عم بقرأ اليوم هو شاهد ما بعرفين مايا دياب فرضا في آخر إطلالة وين الصحافي عم بسأل أين هي نعم نعم للأسف نحن بآخر مراحل بعد فيه شوية أسماء كويس هي اللي بتكتب حلو هي اللي بتنتقد وبتحكي وبتلاحق أخبار الفنانين بيضمير آخر سؤال شو بي رأيك أهم خمس إصدارات صدرت هيدا السنة في كتير إصدارات فنية خاصة بشهر شباط هلأ وحتى قبل يعني إلي شو أهم الإصدارات اللي لفتتك وبتعتبر كانت ترند كانت ناشحة عن حقه حقيقي يعني بالأرقام منذون زعبرة يعني منذون ما نشتري هالفيوز حبيت فكرة شراء الفيوز طعا في لازم نحكي بيوم بحلقة عن الحلقات عن موضوع السوشال ميديا والفيك فيوز عندي وجهة ناكست تايم ناكست تايم لازم نحكي فيهم نعم بدي أليك شين سنين ما في ما في إصدارات فنية تذكر بكل هيد الفترة كل ما أنت شو عجبك عطيني فنانين لا لا بدي أنت تقول أنت بتعرف رأيه نسرين ما سمعت ما سمعت أغنيات أنا أعبر لك أنا في كتير إصدارات حبيتها يعني حبيت حسين الجسمي ما تحبك حبيت أغنية رامي عياش الأخيرة أنت لي حبيت أغنية أصالة الأخيرة ما ننهت كله ما فيه لا 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 ما فيهت الخمس إصدارات الأخرانيات شو لهت بالنسبة لك ما هي عشرين سنين بدي أعرف شو لهت عندك الغزالة�α الغزالة ريئة طبعا هي أهم خمس إصدارات إذا بدي الغزالة ريئة الغزالة ريئة الغزالة ريئة الغزالة ريئة الغزالة ريئة على جهة يتعب خمسة الغزالة ريئة أنا بقايدك طبعا الأغنية حقيقة نجاحي كثير رح نختم فيها اللقاء ما أعرف إذا بيلحقوا يحضروها كايس بدي تشكرك بس يجو الوقت الأخبار خلص نسكت شكراً لألك شكراً لكل مرة لكل مرة بتستحيلنا في هالمجال لأنه نعبر عن اللي جواتنا بطريقة لكم مرتحن فيها شكراً لكي شكراً للجديد شكراً كايس مسعود شكراً على هالتغطية السريعة